الناس بتتخور والدمن ممكن يكون مشكلة في الظهر كبيرة جدا تخور بقى المصري بيكون غير كده تخور المصري بيكون ان انا بساعد اختي في الجهازة فارح شيل شيلة جبدا بعمل منظر كده في فرح ولا في حاجة فشيل العروسة لاني فرحان الانتخابات ايا كان بقت اي انتخابات اي انتخابات يعني انتخابات نوادي انتخاب مش عارف نقابة انتخاب اي حاجة واحد لازم يشيل حد يعني فيه واحد فوق واحد تحت واللي فوق ده بيهتف واللي تحت اللي فوق بيجيله كسر في ظهره واللي تحت بيجيله كسر في ظهره واللي اتنين الجراحات تقدمت اه لكن بلاش التهورات والجراحات تقدمت وبقى فيه نوع معين من الجراحات دلوقتي اسمه الجراحة الملحية هنشوف معنى كلمة الجراحة الملحية العلم كله على فكرة ده ناحية النافجيشن ناحية الجراحة الملحية وقايا اعرف انه داخل فين كل حاجة شايفها في روعة كتيرة في الطب يعني في الأسنان نهارده في المخ والأحصاب هنتكلم على الجراحة الملاحية نهارده أكيد يعني هنستمتع جداً بحوار إكستراردانية مع ضيفي العزيزة القيمة الجراحية الكبيرة واسم جراحي يعني ولا أروع وماشو الله مهارة خاصة جداً في تنفيذ الجراحات الصعبة جداً والتقدمية العلمية التكنيجية اللي أحرزها في نيروسباين حاجة تدعو للفخر في مصر وأكيد برضو جزء كبير جداً من السياحة العلاجية أكيد يكمل في هذا المكان في الصرح الخبير اللي ضيفي العزيز بيقوده ضيفي العزيز اللي راحل المتميز بأستاذ دكتور يوسف الحميلي أهلاً بيك دكتور يوسف الحميلي حقيقي طبعاً على السياحة العلاجية وحقيقي على التقدم التكنولوجي الكبير الموجود الحقيقة أنا متشكل جداً ومتشكل جداً لكل مريض أنت أفدته وعلى فكرة أنا بيصلني كثير من المرضى اللي بيحبوك قوي وبيدعو لك كتير جداً والله يا حضر وأنت كنت سبب فيه أن هم ربنا يهديهم إلى يعني طرق الشفاء وعلى فكرة كل مريض بنعمله عملية نكحة جزء منه كبير في ميزان حسناتك ربنا يكفأك عليه حقيقي يعني هي طبعاً علاقة جميلة جداً سنوات طويلة سنوات طويلة من العمل الدول الحقيقة وأحيي فيك أفكارك الجديدة وإبداعك المتواصل وأعذرني أن أنا ما بجيش كتير أنت موجود على طول إحنا بس يعني عندنا ما شاء الله مكتبة كبيرة جداً الحمد لله لكل التاريخ الطويل والعمل المستمر المكتبة أسبوعية بنطرح فيها أفكار فيه دكتوره في الناس الحلوة ما شاء الله يعني والجراحة الملحية أول ما انت حدث فيها في الوطن العربية تخبرك وعفكرة يعني أنا أبشر يعني أفراحك بحاجة أنه الفكرة الملاحة داخلت في الأسنان بينا دلوقتي نتكلم في فكرة في الأسنان وفي كل حاجة صحيحة يعني بس يعني بقت في المخو العصاب في العيون كل حاجة الحقيقة هو فكر متقدم قادو جراحي المخو العصاب من مئات السنين يعني الجراحة الملاحية دي بدأت بما يسمى بالجراحة المجسمة بدأها عالم جراحة مخو أعصاب مع مهندس وكان الهدف منها تسهيل عمليات الشلل الرعاش قبل اختراع عدوية الشلل الرعاش النجاحة اللي هي الإلدوبة ومشتقطة وتطورت مع تطور الكمبيوتر أصبحت جراحة ملاحية على غرار الملاحة اللي بيعملها الملاح سواء في البحر أو في أغوار السماء أثناء قيادات الطائرات واستخدام التقنيات الحديثة اللي هي الأشعة داخل غرف العمليات استخدام استحساسات العصب قياسات درجات وتوصيل العصب داخل العملية الجراحية كل دي أبعاد أخرى أضيفت إلى العملية الجراحية فأصبحنا النهاردة بنعمل العملية الجراحية بشيء في منتهى الدقة والأهم من ذلك إن الجراحة الملاحية بتتيح لنا خطة مسبقة لكل عملية تتناسب تماماً مع حالة المريض ومع المرض بتاعه حتى لما باجي أعمل عملية ورم في المخ ببقى عندي الأبعاد بتاعة الورم والسيناريو المتوقع من الوقت للعملية الجراحية وده بيفيد كتير جداً في تنظيم جراعات الأدوية المستخدمة في التخدير والإفاقة ورعاية المريض بعد العملية حقف بقى عن تفهم البسطاء والناس العادية اللي معنا بفهم الجراحة الملاحية ونرفع المستوى شوية ونقول إيه آخر إصدارات الجراحة الملاحية فيه جراحات العمود الفقري تحديداً هي الجراحة الملاحية بالضبط هي طريقة بناخد بيها كل المعطيات بتاعة المريض نحطها على الكمبيوتر وفي أثناء العملية الجراحية فيه قياس دقيق لكل خطوة بنخش فيها العملية الجراحية بتدخل أي حاجة داخل جسم الإنسان بتبقى متصورة والصورة دي بتظهر على الأشعة بتاعة المريض عشان تدينا الخريطة التطبيقية لخطوات العملية الجراحية بمعنى أنا برسم سيناريو هعمل عملية بالمنزار أنا معي الجراحة الملاحية بتقول المنزار دا داخل فين على بعد قد إيه أنا اخترقت الجلد دخلت إلى طبقة أخرى أنا داخل على العظم بتاع الفقرات فيه مداخل طبيعية ما بين الفقرات وبعضها هدخل من خلالها أستطيع أن أنا أستأصل الغدروف يمكن لو معنا بعض الفيديوهات الإرشادية هتبلنا هنقدر من خلالها نشوف الكلام دا بشكل أكثر دقاً فيه أعملاقين بدأوا مع بعض أو يعني بدأ النجمهم يبزغ في عالم مخه العصاب جراحات الملاحة أو الجراحات الملاحية وجراحات محدودة التدخل فعايزين نبص برضو يعني إحنا يبقى الحوار دايماً ماشي متوازن ببين لتنين يعني إيه كلمة محدودة التدخل؟ اللي اخترع الجراحات محدودة التدخل هم علماء الجراحة الملاحية أبرع ناس تعمل عمليات محدودة التدخل هم الأسدزة المتخصصين في الجراحة الملاحية أنا مش بقول كده عشان أنا رجل أول من تخصصت في الجراحة الملاحية في الشرق الأوسط لا أنا بقول كده عشان دا العلم الحقيقي اختراع ان احنا ندخل نعمل العملية من ثقب صغير في الجنجومة او من فتحة صغيرة في الضهر ما ساعدناش في ده ان احنا نعمله ونطبقه صح الا الجراحة الملاحية وبالتالي هي الفرع الاساس الذي انبثقت عنه كل هذه التداخلات الجراحية يكفي ان اول عملية اجريت بريبوت كتعملية بالجراحة الملاحية في المخر العمليات اللي بتتعامل اللي هي التلي سيرجري او العمليات الجراحات عن بعد كلها تطبيقات من تطبيقات الجراحة الملاحية الجراحة الملاحية بتعمل عمليات المخ الوظيفية اللي هي للشلل الرعاش واصابات الحركية وبتعمل عمليات استقصال الاورام وبنعمل بيها عمليات النزيف والتمدد الشرياني وبدأنا نطبقها في مجال جراحات العمود الفقري وانا الحمد لله رب العالمين كنت من اول ناس لستخدمت التطبيق ده في الجراحات العمود الفقري بتفيدنا كتير جدا في المناطق شديدة الحساسية في العمود الفقري زي تثبيت الفقرات العنقية او تثبيت الفقرة العنقية الاولى او كسور الفقرات العنقية الاولى والثاني المين المريض لانه هلازم نختار مريض معينة يصلح له اجراء جراحة ملاحية وايضا مريض يصلح له جراحة ملاحية بنظام جراحات محدودة تدخل الحقيقة هو كل الجراحات يجب ان تطبق فيها الجراحة الملاحية لان ده بعد ثالث ورابع بيضيف دقة الى العملية وبيدينا رؤى واسعة جدا في اثناء العملية الجراحية فهو مبدأ وطريقة زي لما انا بستخدم كده عندي التكيف ولا استخدم مروحة هي هو انا هستخدم التكيف ممكن استخدمه سخن وبارد ممكن استخدم التكيف للتهوية وتجديد الهواء في غرف زي غرف العمليات دي طريقة اجراء عملية بالمنظار لاستقصال غدروف برضو وانا بطبق فيها الجراحة الملاحية فالجراحة الملاحية هي شاشة مراقبة بتضيف لي بعد اخر فانا اقدر اطبقها حتى في الجراحات العادية اقفية التطبيق لها طبعا في الجراحات محدودة التدخل في الجراحات بالمنظار في الجراحات المايكروسكوبية هي بتديني ان انا اقدر قئيس دقة اللي انا بعمله خطوة بخطوة وبالتالي غير مسموح بان انا اخرج من العملية دي وعملت خطوة محتاج ان انا اعملها بعد ثلاث سنين للمريض لا ده انا العملية بتاعتي عملت العملية شلت الغدروف بعد ما شلت الغدروف بصور بالاشعة واطبق ده وقرن باشعة المريض اجد هناك فروق في حركة الفقرات اعرف ان المريض ده عنده عدم اتزان ما بين الفقرات هيظهر لي بعد سنة او اتنين من العملية بتاعتي فقوم عامل تثبيت في اسناء العملية ودي حاجة جميلة جدا كان عندنا تايتل كبير جدا في جراحات العمود الفقري اسمه فيلد باك او جراحات الظهر الفاشلة التايتل ده بعد استحداث المايكروسكوب الجراحي المنظار الجراحة الملاحية تطبيقات الاشعة داخل غرف العمليات اللي هي كلها مبدأ النافيجيشنال سيرجري او الجراحات الملاحية تقلص هذا المفهوم الى ارقام ما تحت الواحد من عشر ليه؟ لان انت خدت الابعاد الاخرى اللي ممكن كنت محتاج انك تعمل العملية والمريض ده يمشي شوية ويتحرك ويعمل مجهود علشان تظهر لك الداتة دي هنا مثلا احنا استقصلنا الغدروف وظهر لنا ان الغدروف ده بعد ما استقصلنا المريض الفقرات قبل ما نستقصل الغدروف كانت الى حد كبير جدا ثابتة لما شلنا الغدروف اللي ما بين الفقرات زاد ده من ضعف الفقرات فاصبحت الفقرات دي متحركة فانا محتاج احط حاجة او اعمل شيء اثبت بيه الفقرات يبقى انا استخدمت المنظر عملت بيه العملية شلت بيه الغدروف من غير ما اعمل اي تغيير في التركيب اللي ربنا خلقه في العبود الفقري لأو الجراحة الملاحية والجراحة وجود الاشعة داخل غرفة العمليات اداني بعد اخر كان هيبان لي لما المريض ده يمشو يتحرك ويعمل مجهود استفدت منه في ان انا مناعت ان ده يحصل كالعادة نورتنا واسعدتنا واشكرك شكرا جزينا على كل مجهوداتك الرائعة في التذخير ونقل الثقافة الخاصة اولا يعني الرسالة مهمة اللي انت قدمت عبر السنوات هي نقل الثقافة الخاصة بواحدة من الفروع الطب اللي كانت الثقافة فيها الحقيقة بعافية اوي كان الثقافة بتتبعوا للناس انها تروح تعمل العبعصاية وتعمل خزامة في الأدان وتعمل كي والغاية دلوقتي على فكرة موجودة في بعض الحتة لكن احنا بنحاول نتوغل يعني كل ما شوف انا ما روحت لقصر في رحلة يعني في سفرية كانت جميلة جدا فرحتي جدا ان اهل لقصر المكان ده عظيم يعني مكان السراهيد عظيم جدا بتفرجوا وعندهم فرجة باتقان وبنهم فده فرحتي جدا فده لما نوصل هناك ونوصل للقفور والنجوة والقرى وتفرجوا علينا ودعوا يتثقفوا الناس دي ممكن جدا ان يكون الناس باتقافش شئر ويبتكتب فيهم بس عندهم قدرة الثقافة عندهم جيني الثقافة يقدروا يستوعبوا الكلام ويميزوا ويقولك لا والناس بدأ يتفعل لا ده لا هنعمل كلم لعندهم زرق وظروف ما احنا شوفهم يعني الفترات اللي فات والله كنت يمكن مو انت غايب ساعات وانا بقلب في القنوات اللي هي تحت السلم قلاقي واحد يقولك بعد انزالك وظروف يعمل له كريم كريم نضاعه كريم ايه اللي هيعالج انزالك وظروف يعني حاجة ما تخطرش ربال حد هو دائما العلم بيونير الطريقة اه طبعا دائما كل من اتبع النور بيصل نورتنا وقزبتنا ضيف العزيز الاساس دكتور يوسر حميلي استاذ واستشاري جراحات المخوى الاعصاب العمود الفقر الاساس بكل الطب جماعة القاهرة والمدير لمستشفى نيور اسباين للجراحات المتخصصة واحد من مموز جراحات المخوى الاعصاب في مسر الله في العرب كان في النازل حل وخليكم مع النازل حل